إلى التفاصيل ونبدأ بأخبار المؤتمر الوطني 19 للحزب الشيوعي الصيني حيث واجر المندبون منقشة حول تقرير الأمين العام شي جينبين في افتتاح المؤتمر قال مندبو الحزب الشيوعي الصيني من مناطق مختلفة في جميع أنحاء الصين إنهم سيعلنون مخطط التقرير للسكان المحليين ويعملون على تنفيذ وجهة نظرهم في العمل وقلت إحدى المندبات أنها ستدمج أفكار شي حول التعليم في مدرستها لتصبح نموذجا في حياتها المهنية دعا شي جينبين الحزب والبلاد للعمل من أجل تعقيق تقدم في الاشتراكية ذات الخصائص الصينية العهد الجديد